وطلطخت درعه بدماء الحقد والغيرة الحلقة اللي فاتت اتكتب كومنت زريف كده عن مناقشتي للحلقة التالتة وتقلي كده بالنص ان انا اللي بقدمه ده ولا اي حاجة وانا ما بقولش اي كلام خالص مهم او مفيد وتم تصحيح معلومة مهمة جدا وهو ان بوكي ما اسموش بوكي هو اسمو باكي طيب في معلومة مهمة جدا ويمكن انا شرحتها وقلتها اكتر من مرة انا بتعامل مع حاجات مارفل بالفيلم او المسلسل كل حاجة لوحدها ماليش علاقة خالص باي باك جراوند للاحداث دي لان مارفل استوديو بتحاول تقدم محتوى مختلف عن اللي موجود في الكوميكس وده مهم جدا وده شرعي جدا علشان ما يحصلش فيه نوع من انواع ايه الحرق الاحداث لان دلوقتي لو انا جبت الكوميكس وعملتهم فيلم او مسلسل طب انا ضفت ايه جديد فهنا التركية اللي بتحصل فانا بتكلم عن المسلسل او الفيلم لوحده بعيدا خالص عن اي باك جراوند للاحداث اللي حصلت قبل كده في الكوميكس ولما بقول مناقشة فدي معناها ان انا بتناقش معاك وكده في احداث العمل ده لكن لما نقول مراجعة يباقي احنا بنتكلم عن تمثيل بنتكلم عن اخراج بنتكلم عن تصميم معارك لو احنا بنتكلم في حاجة اكشن يعني بنتكلم في قصة والحبكة بتاعتها هل هي كانت جيدة ولا لأ هل الممثلين قدروا يلعبوا ادوارهم بشكل قوي ولا لأ كل دي تفاصيل بنقولها لو بنعمل مراجعة دي مقدمة طويلة جدا انا عارف ومتزعلوش مني لو طولت عليكم دلوقتي الحلقة الرابعة من The Falcon and the Winter Soldier بتحطنا قدام احداث وتفاصيل مهمة جدا ولازم نبقى فاهمينها واخدين بالنا منها وقرينها صح علشان ده هيوصلنا للحلقات اللي جاية الحلقة الخامسة والحلقة الستة الحلقة الرابعة بنشوف فيها احداث عادية مابيش فيها تطورات كبيرة جدا لكن في بعض المشاهد هي المؤسرة هي اللي بتحطنا قدام شخصية كل واحد كل واحد بيفكر ازاي ناوي يعمل ايه ناوي يحقق ايه وايه الهدف اللي هو عايز يوصله فاحداث الحلقة الرابعة بنشوف السلاسي زيمو سام وباكي بنشوف التلاتة بيحاولوا يوصلوا لكارلي لان هما شايفين ان الفتاة ديت عندها يعني حتة خير كده كويسة فممكن نقنحها ان هي تبعد عن اعمال الشر ونستغلها في حاجة خير وفي نفس الوقت بنشوف عم جو وقارلي اللي لابس لبادة كابتن امريكا وفرحان بيها والولد التاني اللي معاه ماشيين وبيحاولوا برضو يوصلوا لكارلي لكن هما اليوم هدف واحد وهو ان هما يقضوا عليها ويقدموها للمحاكمة او يقتلوها ما نعرفش لكن هدف سام وباكي ان هما يوصلوا لها ويقنعوها ان هي تبعد عن اي حاجة فيها شر وان ممكن تعمل اللي بتعملو ده مشكل خير وطبعا في هدف تاني عند سام وباكي ان هما يوصلوا للمصل بتاع الجنود الخارقين ويقضوا عليه وما يكونش موجود او يقع في ايد اي حد تاني شرير يتم استجلاله بشكل سيء وبكده تكون قدامنا تلت مجموعات بيتسرعوا مع بعض المجموعة الاولى وهما سام وباكي المجموعة التانية كارلا والجماعة بتوعها الجماعة التالتة وهما جون ووكر اللي هو كابتن امريكا والولد اللي معاه طبعا زيمو عنده خطة مختلفة تماما بايد عن الناس دي كلها ومشان اكتشفها دلوقتي خالص طبعا الناس هتقولي دلوقتي طب الوكندا فين بقى في الليلة دي كلها الوكندا عندهم هدف واحد بس ان هما يوصلوا زيمو ويقبضوا عليه علشان هو قتل الزعيم بتاعهم فدي قصة بعيدة شوية وملهاش علاقة بالصراع اللي موجود دلوقتي كده احنا جاهزين لمجموعة المشاهد اللي هتوضح لنا ايه اللي ممكن يحصل في الحلقة الخامسة والستة اول مشهد بالنسبالي لما زيمو كسر كل الامصال اللي كانت موجودة ووقعت من كارني لان في اللحظة ديت كان زيمو يقدر ياخد اي مصل من دول ياخده هو يحقن بيه نفسه ويبقى عنده قوة خارجة ويقدر طبعا يهرب بقى من كل الناس وينجو بنفسه لكن الشخصية بصراحة هي صدقة مع نفسها هي عايزة تنهي على المصل ده تماما وما يقعش في ايد اي حد تاني وهنا عرفنا زيمو بيفكر ازاي المشهد التاني بالنسبالي وهو الخناء اللي حصلت ما بين جماعة الواكندا وما بين كابتن امريكا وما بين سام وباكي المشهد ده انا اعتبره اهم مشهد في الحلقة الرابعة كلها لان المشهد ده وضح كل شخصية بتفكر ازاي وايه هدفها الفترة اللي جاية واحد واحد كده وهنمشي بالترتيب اول حاجة سام سام زي ما هو عارفين هو بيفكر ازاي وعاوز يعمل ايه وايه هدف له بعد كده باكي نفس الفكرة عارفين برضو هو بيفكر ازاي وايه الخطة بتاعته لكن عارفنا ايه نقطة ضعفه والشخصية التالتة ودي الاهم وهي شخصية جون ووكر كابتن امريكا الشخصية دي عارفنا قد ايه هي شخصية حقودة وشخصية ليها اهداف اخرى هو لسه ما اكتشفهاش لكن الاهم لما جنود الواكندا رأعوا جون ووكر علق تموت الراجل يعاني اتخض وانصدم وقال هم ازاي كده وهما ما عندهمش قوة خارقة معنى كده ان الشخصية ديت كانت شخصية عندها حقد اتجاه ستيف اللي هو كابتن امريكا الاصلي شخصية كان نفسه يكون عنده قوة خارقة علشان يبقى زي كابتن امريكا شخصية مش سوية شخصية حقودة وخلال الحلقة الرابعة الناس اتكلمت في ان المصل بيأثر على الاشخاص اللي بياخدوا المصل ده سواء بالخير او بالشر وتكلموا بشكل واضح جدا ان المصل ده طلع لنا كابتن امريكا ستيف وطلعت لنا كارلي اللي هما لسه فاكرين لحد الوقت ان هي شخصية شريرة كمان هارفنا ان جون ووكر عنده حب الشهرة وحب التطلع وان الناس كلها تبقى عرفاه ولمسنا ده في جون ووكر لما كان بيعرف نفسه لآيو اللي من شعب الواكندا وبيقول لها انا كابتن امريكا راح اتضرباهم يدياله علقة سخنة وشوفنا ده كمان لما كان واقف في مكان عادي وفيه حد جه طلب منه الامضة بتاعته فهو عنده فكرة انه عايز يبقى ظاهر عايز يبقى معروف عايز يكون بنفس شهرة كابتن امريكا لكن من الواضح ان المصل اللي خده جون ووكر بيأثر عليه بشكل سلبي وهيوضح لنا شخصيته الحقيقية الحلقات اللي جاية ويمكن ده شفناه في اخر مشهد لما جون ووكر اللي هو مفروض لابس بدلة كابتن امريكا شخصية كابتن امريكا الشخصية الخيرة اللي بتسعى دايما للخير الشخصية اللي بتحاول تحقق العدالة لكن في لحظة كل ده تحول وظهرت شخصية جون ووكر الحقيقية لكن الاهم في ده كله في سؤالين لازم الحلقات اللي جاية تجاوبهم اول سؤال المصل اللي خده جون ووكر وخباه هيعمل به ايه بعد كده وايه اللي هيحصل للشخصية ديت اللي بدأت تتحول للأسوأ هل هيكون هو ده الشرير او الفيلن بتاع ده فالكون ان ده وينتر سولجر ولا لا السؤال الثاني زيه مختفى فين ده لازم يتجاوب عليه الحلقات اللي جاية واكيد هيتجاوب عليه طبعا لكن هل شعب الوكان ده هيقدر يوصله ولا لا اما السؤال الثالث وده اوجهه ليكم ولازم كلنا نفكر فيه مع بعض هل كارلي ممكن تكون هي كابتن امريكا اللي جاي ولا لا طبعا انا مستنى اجاباتكم في الكومنتز والاهم ايه رأيكم في الحلقة الرابعة وايه الحاجات والنقاط اللي احنا عدناها ومخدناش بنا منها ممكن نتناقش فيها مع بعض طبعا لو الحلقة اجابتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب واتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تيفي كان معاكم مصطفى مازن